السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة بقى في كلمتين وبس بالانجليزي كده عايزين ناخد كلمتين كده بشكل سريع في عندنا كلمتين قريبين بعض جدا في الانجليزية في عندنا كلمة شير شير اللي هو بمعنى سهم او نصيب او بمعنى يشارك في حاجة معينة او يشترك خلاص؟ ودي دايما بنستخدمها كتير جدا في مصطلحاتنا دلوقتي الرقمية على الفيسبوك فبقنا بنقول يشير او نشير بوست خلاص كده فهي شير والكلمة التالية بقى اللي هي قريبة منها جدا هي كلمة شير اللي هي بمعنى كرسي بس شير اللي هي سي ايج اي اي ار دي شير اللي هي بمعنى كرسي وبتستمر بمعنى رئيس او قائد او زعيم حاجة انما اللي هي شير اللي هي اس ايج اي ار اي يبقى فيه شير وفيه شير ايو كده وبعدين تشير دي لو جبتي بعديها من هتبقى ايه الطبيعي ان احنا نقولها تشير من لا احنا مش نقولها كده بقى هنقول تشير من تشير من يعني مش عايزين نقول تشير من لا ما العلم نعم يتركبها تشير ومن بس لما الاتنين بقى نضيفهم على بعض ننطقها بقى كلمة واحدة فنقول تشير من تشير من دي اول حاجة الحاجة التانية معنا النهاردة كمان ومناسبة انها هنا نتكلم على مسترحات بتاعة الفيسبوك فنحن عندنا دايما فيه الكلمة اللي بيستخدمها معرضه والشكل المتكرر جدا كلمة الباوست انا مثلا بعمل باوست على الفيسبوك كلمة باوست الى باو اس تي اصلا بمعنى منصب او بمعنى وظيفة وبتستخدم كمان بمعنى البريد باوست خلاص عشان كده باوست وبنطلع منها كمان الباوستجي سماعتش النهاردة فيه باوستجي بقى خلاص او اعتقد قلي دلوقتي على كل الاحوال كلمة باوست كمان زي ما بستخدم بمعنى منصب او وظيفة او بريد باستخدمك كمان بمعنى ينشر او منشور حاجة معينة فعشان كده باوست على الفيسبوك او على اكاونت بتاعي خلاص باوست فيما كلمة تانية اللي هي كلمة بوست باوست ده اللي هي بمعنى يدعم او يساند حاجة معينة يبقى نجيبه ما من الاول عندنا فيه شير وشير وشيرمن وباوست بس كده كمان